أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أن الكوادر والكفاءات الوطنية تشكل رافداً أساسياً لمسيرة البناء والتنمية من خلال ما تقدمه من إسهامات بارزة في شتى الميادين وعلى كافة الأصعدة منوها سموه بما تزخر به مملكة البحرين من كفاءات لها أثرها المميز في مختلف المشاريع التنموية وإسهاماتها كشريك أساسي في تحقيق النهضة الحضارية للمملكة وذلك في ظل ما تحظى به هذه الكفاءات من رعاية واهتمام من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية اليوم بحضور معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني الدكتورة رائدة العلوي رئيسة جمعية المهندسين البحرينية وأعضاء مجلس الإدارة حيث هنأهم سموه بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيس الجمعية منوهاً بالدور الذي تطلع به الجمعية في سقل مهارات وقدرات المهندسين البحرينيين وتشجيعهم على الانخراط في المجالات الهندسية من خلال مختلف الفعاليات والمبادرات التي تقوم بها متمنياً سموه لكافة منتسبي جمعية المهندسين البحرينية مزيداً من التوفيق والنجاح وأشار سموه إلى أهمية مواصلة العمل على تنمية قدرات الكوادر الوطنية من خلال تطوير ورفع مستوى أدائهم وتنمية خبراتهم في شتى المجالات ومنها المجالات الهندسية مؤكداً دورهم كأعضاء فاعلين ضمن فريق البحرين في مختلف مواقع عملهم من جانبها أعربت رئيسة جمعية المهندسين البحرينية عن شكرها وتقديرها لما يليه صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله من دعم وأهتمام بتنمية الكوادر الوطنية وإشراكها في عملية التطوير والتنمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر